نضم إلينا مباشرة من بغداد الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي سيد جاسم أرحب بك معنا إلى هذه النشرة في البدء كيف تقرأ دعوة العامل زعيم طيار الصدري إلى ترفايا عن التسجيلات الصوتية الأخيرة المنصوبة للمالكي تحية لك سيدة الفاضلة ولمشاهديكم الكرام الحقيقة يعني منذ بدء التسريبات التي بدأت منذ الجمعة قبل الجمعة الماضي وكانت الحكمة موجودة لدى سماح سيد مقتد الصدر عندما سمع إلى كل المريدين له وكل التابعين للتيار الصدري بأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجرار إلى الفتنة هذا ما قاله سماح سيد مقتد الصدر ولم يكترث إلى هذه التسريبات ولكن حكمته وعقلانيته في المشهد السياسي قالها للملأ لأنه لا يمكن أن ينجر إلى فتنة فجاء اليوم تصريحات السيد العامري وهو رجل أيضا زعيم سياسي كبير وله حكمة ودراية ويعلمون أن المشهد السياسي يراد له أن لا يستقر في العراق ويراد أن تكون هناك مشكلة كبيرة علما أن هناك تقاطعات كبيرة بين أطراف دولة القانون والتيار الصدري منذ 2010 إلى هذا اليوم وهناك مساجلات وهناك تقاطعات منذ الانتخابات الأخيرة من هناك كلام ومن هناك كلام فأعتقد أن الحكمة كانت موجودة وطلب السيد العامري من سماح سيد مقتد الصدر هل قت بظلالها على ملف تشكيل الحكومة وعلى ملف اختيار مرشحي رئاسة الحكومة أيضا؟ طبعا أكيد أربكت الموقف السياسي للإطار التنسيقي وهنا غيرت من خطط التي كانت مرسومة سابعة للأطراف نعم 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 بدليل أن ما يسمى بالصقود السياسة في الإطار التنسيقي تم سعبهم من التلشيح لرئاسة الوزراء ومن ثم اليتام بالصف الثاني لمرشحين باللجنة التي شكلها الإطار أمس والتي هي سوف تفلتر من يكون رئيس الوزراء تعتقد من من هذه الأسماء التي سربت سيكون الأقوى حظا في تولي منصب رئاسة الوزراء؟ يعني كلها بالنتيجة هي أسماء محترمة ولكن بالتالي يجب أن يكون هناك رأي للتيار الصدري التيار الصدري رقم صعب جدا لا يمكن الاستهانة به وسماع السيد مقتدر الصدر يعني قالها جهارا نهارا على أنه يجب أن تكون هناك حكومة غير توافقية وأن تخدم الشعب العراقي وهم اليوم يقولون نحن جادين في حكومة خدمة وطنية عليهم أن يكونوا أخذر حذرا وخاصة هذه الفتنة التي كادت أن تقع لو لا لطف الله وحكمة سماعة سيد مقتدر الصدر فعليهم أن يكون هناك اختيار حكومة حقيقية من الممكن أن تنتقل بالعراق إلى وقع أفضل شماعة الإطار أيضا يوم أمس تمخض عنه على قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق الاستحقاق الانتخابي لهم طبعا قبل انسحابهم وموضوع الاستقالة برأيك هل سيرضى التيار الصدري المشاركة في هذه الحكومة التوافقية وليست حكومة الأغلبية كما كان يريدها بعد انسحابه من البرلمان وتشديده على أنه لن يشارك في هذه العملية السياسية التي دائما وصفها بالفساد سيدة الفاضلة التيار الصدري كان له مشروع الأغلبية الوطنية عندما لم يستطيع تشكيل الحكومة الأغلبية ضحى بمقاعده 73 مقعد وانسحب من هذه الحكومة على أن لا تكون حكومة توافقية فكيف يوافق التيار الصدري بإرسال وزراء إلى هذه الحكومة التوافقية وهو الذي انسحب من العملية السياسية بسبب وجود حكومة تحاصص وتوافق كما هو المعمول به اليوم فهذا من المستحيل أن يبقى التيار الصدري أو يوافق على إشراك ولو وزير واحد في هذه الحكومة الجديدة نعم ممتنة كثيرا لك على حضورك معنا مباشرة من بغداد الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك